ايوه انا اطف معك عند البعض لانه تصوير المسألة تصوير المسألة على ان احنا في عركة لا احناش في عركة مع المنتخب تحديد بالعكس احنا اشد حرصا على ان يكتمل المنتخب بكل عناصر وقوته وحنقولك بعض العنوين اللي الناس حابت تصورها كأنها فعلا معركة رغم ان الامور واضحة جدا هقولك بعض العنوين من المنشطات الصحفية اللي تناولت هذه المسألة وتشوفوا الامر تصويره على انه تصادم بين الاهل والمنتخب لم يكن كذلك على الاطلاق المصر اليوم قالت الاهل يطالب الجبلية بتحمل مسؤولياته في ازم التعارض منديال الاندية مع كأس للامم لكن الشروق قالت الاهل يرمي ازم منديال الاندية في ملعب اتحاد الكرة والنادي بيطالب الجبلية بتحمل المسؤولية ويرفض الانسحاب خوفا من العقوبات ويتحفز على حل القائمة المفتوحة بعد طرحها للمرة الثانية الجمهورية قالت بسبب تضرب المواعيد مع المنديال الاندية الاهل يتحدى الجبلية هي مفيش تحدى خالص ده احنا بنقول لهم من فضلكوا قلونا هتعملوا ايه عشان تحلوا المشكلة لبيهدد الاهل في اي لحظة لايش ايه حتى زي اللحظة الوفد قالت الاهل ينتقد تجاهل الجبلية لازمة المنديال والجمهورية رجعت تقول طلبة باجتماع رباعي لحل قزمة تضرب المواعيد الاهل يضغط ومش ضغط هو طلب لازم الامور تتحل عشان المدرب اللي الاهل يبادر بتطمينه الراجل عنده ترتيبات فنية محتاج يطمن محتاج يرتب ورقه الوطن قالت المنتخب يرفض طوريطه في ازمة امم افريقيا ومنديال الاندية وكذلك الاهل يرفض طوريطه في هذه الازمة الاخبار قالت كاس الامم الافريقية في مهاب الريح الكاف حدد مواعيد البداية ويدرس نقلها من الكاميرون الى قطر وده النقطة المهمة اللي ربما تكون فيها تفسير للكلام اللي المهندس احمد مجاهد ما تروحش والنبي مع الكلام انها في الكواليس قد تكون اقرب للتأجيل برضو الاتحاد الافريقي ماهو ساهم في ازكاء هذا الامر انه طلع قال كل شيء في معاده والاتحاد الدولي قال كل شيء في معاده فهم حطوك في حيرة يعني